هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وخلال برقية التهنئة أكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة الجليلة كانت رمزا لتكسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف سائلنا الله عز وجل أن يعيده على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى الأمة الإسلامية جمعة بالخير والأمن والسلام كما جدد مدبولي العهد على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار